نقشي وتخدي وتدي وبالك طويل في الملقشات؟ في البيت ولا برا؟ في البيت اه انا شايفة كده اه اه ما انت بتتعلم خلقك ما يدقش لا انت بتتعلم تكون أب و بتتعلم تكون أم لازم تتعلم ما انت مش مولود أب مرستك مع ولادك بتتعلم كيف تكون أب وباباك رباك ازاي طبعا فانت بتاخد الخلفية دي و بتشتغل بيها فانا طول الوقت انا في حالة تعلم انا لو كنت شفتوا ماما برا كنت اقول ان انت صار في البيت ما بتقش ولادها من اول اه خلاص انت هتعملي كده خلاص انت هتعملي كده يعني مفيش مناقش توامر لكن امي عندها صبر انا معرفش يا جاب ابني انا مستحيل يكون عندي نفس الصبر اللي عندها انا ععد اتكلم وقولها انا عايزة ده وعايزة ده ومش عفقي ونعد نهاتي في الكلام ونكمل في الكلام وهي معايا ومطولة وقعدة معايا في الكلام جربتها في التمثيل هيا اشتغلت معايا في كلبش كان عندنا تلات بنات في كلبش واحد فكنتنا طالعة اسمي حنان في فترة وبيه رفيها اللي هو الامير قرارة ومعام حمد جلود كانت قدي كده فقالوا لي فيه تلات بنات فقعدت شفت اعمارهم فطبعا عايزة اقولك ان انا ما كنتش ادرا سبب بيط لوحدها لان انا انا بشتغل وابت واجهة من المدرسة فبضطر اجيب ماما طاعد بيا فقلت طب ما انا اخدها معايا بقى في المسلسل ده وهي تبقى بعد المدرسة معايا او لو حتغير ولينا رحين سوا وهنروح ايوه واخوها اللي اكبر منها يتمد على نفسه مش فخدتها ما اقترهم البنت الصغيرة في حد بيعمل الدول ده قالوا لي لا اقترهم انا اجيب بنتي اوكي وبرضو ايه لما بيقول لال انت تعرفهم احسن ورب ما تعرفهم طبعا بيعياته وكده وساعد فجبتها بقى اشتغلت معايا فريحتني جدا في التصوير لانها دايما عادة مع اخواتها لا في التمثيل اللي هو كانت اختها كبيرة اسماء جلال واختها الوسطانية مش فاكرة اسبعها دلوقتي فكانت طول وقتها عادة مع اخواتها يعني مش مزعجة جدا مش مزعجة خلص بالنسبالي فقلت طب كويس مش هيبكة الكواليس حلو لانها أسانا بتروح معايا المسرح فقلت طب كويس وهي بتمثل بقى المسرح بتلف بقى ايوه انا المسرح ده بجد كان طفولتي كلها بجد كنت أحب باجي معاها جدا كنت بازلنا علينا ناجي كل من رأس سيكت احيان بتقولي لا عشان مدرسة بقتين يوم وهم بيخلصوا متأخروا فلما جات بقى تمثل مشيات بقى لي فيها موميتها بتتشتم واخوتها حيتضربوا لقيتها متأثرة قوي وشها وبتعاية فلقيت بيتر ميمي كان مخرج صورها لوحدها كده على الموبايل وهم جاب لي مبايا قال لي ايه ده ايه ده بتمثل ايه ده متأثرة ويوافة في وسط مئة نفر لا ده فيه أمل بدأت انا انتبه لها بقى انا كنت فاكرها بقى بتروز بليه وبتلة بدأت بقى انتبه رأكشناتها لا بتحس يعني عندها مشاعر من وياه صغيرة متأثرة بالحوار اللي حاصل حواليه وده صعب انك تقولوا لعائل صغير فقلت بقى لا فيه أمل من كلبش واحد من كلبش واحد عندها تلت مشاهد كده عندها احداشر سنة تقريبا حاجة كده براف اه حاجة كده فانا اه براف وخلي بالك انا ممثلة يعني سهل اننا يعني قلقت بسهولة الطفل ده بليد ولا عنده احساس باللي بيدور حواليه من رأكشناته الطفل ده نور ومتحرك وبيحفظ ولا هادي ورقيق ومش بتاع كاميرا فهي عندها مشاهد منطقي على شاهسته ولا حكم اللي هو ايه الام بتتكلم عن بنتها اه لا حكم موضوعية موضوعية لا حكم لا حكم قاسي كمان لان انا دي مهنة قاسية اه عشان ما تقولش انا عايز امسر وهي مش كويس لا هي عندها النبتة المشاعر التقصم المشاعر عندها القدرة على انها اقول لك حاجة تانية مقياس تاني برضو بنعمله ان تشوف الشخص في الكاميرا يعني ما تفرجش عليك في الحقيقة ان ممكن في الحقيقة تبقى امور وجميل ولطيف وبتضحكنا اروح ابص عليك في الكاميرا اشوف طلتك عاملة ازاي هتبقى واحد تاني على فكرة يوسف اللي قعد قدامي غري يوسف يا اما قبلك وحبكم حلياك وبولا لان في ناس بتشوفها في الحقيقة بتحس ان هي مش حلوة مش فظيعة العين مش بتبرو يعني زي كارزمته معدية تشوفهم في الكاميرا تقول يا لهوي ده طويل قوي كده ليه ايوه مع انه في الحقيقة صنن كده في الكاميرا تحس توقع طويل عملاق يعني بتبرو فده تيست تاني بنعمله للممثل برضو اوكي فهي برضو لما شفتها في الكاميرا لقيتها بينة يعني لو وقفها جنب 3-4 بنات لقيتها في تجيبها برضو فده تيست آخر يعني فحكم عليه كان قاسي